اليوم استكملت مباريات الجولة 12 من دورك أسلامين محمد بن سلمان بثلاث مباريات بعد تأجيل قمة الهلال والاتحاد الحزم خسيرة بالثلاثة من الاتفاق الباطن فاز على التعون بالثلاثة في محل الأهل سابع الترتيب ضيفا على أبهى الخاسر في آخر مبارتين حبادي قردابو كثير من المدربين يتشأم من فترة التوقف الدولية لأنها تتسبب في كسر ناسق فرقهم التصعدي وتتسبب في كثرة الإصابات وكثيرون آخرون لا يحتفلون بالأهداف إلا بعد التأكد من صحتها أما لعب الأهل ففاتهم أننا في زمن الفار الفار ألغى هدفا للأهل ومحمدي ألغى هدفين في وقت قصير عكس الأهل بدأ أن أبهى استفاد من فترة التوقف لعدل أوراقه فكان منظما متماسكا لكنه لم يحتفل بدوره بسبب دقة الفار الذي لا يرحم سعد بغير والعمري وتيف ريدي ثلاثي أرقى دفاع ضيوف كثيرا وانهيروا الأهلي تأكد في الدقائق العشرين الأخيرة والبداية بصفراء دانكلير بيريرا بعد صفراء دانكلير مباشرة بغير في التسديد وتيف ريدي في المتابعة ليهز الشباك والمختلف هذه المرة أن الفار أكد الهدف وألغى التسلل عكس المرات السابقة هاسي انشغل بتسجيل ملاحظاته لكن الحكم أجبره على مراجعة حساباته بعد إقصاء دانكلير بالصفراء الثانية تتباعنا الآن على النادي الأهلي يعني لم تعد مشكلة واحدة بالنسبة للنادي دقائق مثيرة والفار يتدخل مرة أخيرة ليلفت نظر الحكم إلى لمسة يد أكد بفضلها سعد بغير فوز أبها الرابع وهزيمة الأهل الثالثة هذا الموسم أكلت الجزاء سعد بغير أبها يعود للتسجيل مرة ثانية حمدي قرد أبو صاد الملاعب مبروك لأبها هارد لك للأهلي أبو سلطان كيف تفسر اللي عم يصير للأهلي واللي صار لأبها؟ أول شيء نقول مبروك لأبها أبو كرم الأهلي الحقيقة صدم الجميع اليوم وأنا أولهم يعني في آخر ثلاث مباريات قدم مستويات وقدم وفاز في مباريتين آخر مبارات ربما على الهلال كان مميز كان يمكن هو الأقرب للفوز رغم قوة الهلال اليوم فيه انحدار غير طبيعي فيه مشكلة يعني بصراحة يعني يمكن كان علامة استفهم على فريق النصر وأنه يلعب دون هوية لكن اليوم الأهلي أعتقد أنه غطى على النصر في عدم وجود أي هوية تصور أبو كرم يعني جميع التمريرات أكثر يمكن من ثمانين إلى تسعين تمريرات جميعها خاطئة بصراحة شي غريب مقابل نجد أن الأبها استغل الوضع واستغل يمكن التوقف كان أكثر تمركز لاعبين استغلوا وضع الأهلي بس فيه نقطة ودي أنا أقولها أبو كرم تسمح لي على عمر السومة أنا شفت هجوم غير طبيعي على عمر السومة وأنهم يقارنونه الجماهير الأهلوية ب2015 و2016 حقق الدوري وكان هداف الدوري يا جمعة الخير عمر السومة صحيح هداف لكن إذا هبط مستوى الفريق لا بد أن يهبط يلعب الحالة ما يصير حبي تنوب هالنقطة أنا أعتقد أبها استحق الفوز اليوم ورغم أن الفار لعب ألغى الكثير من الهداف للفريقين يعني لعب دور مهم جدا في نتيجة المباراة ولكن أبها قدم عرض جيد سجل هدفين استغل كل الفرص التي وتيحت له يعني الممكنة ولكن هذا ليس هو مستوى الأهلي يعني أنا كنت أتوقع يعني بسهولة صاحب المركز السابع أكيد يفوز على صاحب المركز الحادي عشر طبيعيا ولكن اليوم أبها كان أفضل نعم بس هاي الفار عم بينصف الفراء الآن وايد تقدم الفار عن أول وبعد حتى فترة التشييك صارت أقل بك نعم هل رح نعرف من هو رجل هذه المباراة ترجمة نانسي قنقر إذن تفريدي هو مان أو دماتش هو هولندي وهو بيطلع جوز بنته التي كانت مدر فريق الوحدة تباك خير شكرا للمشاهدة